أنه بالفعل قطر تعصرت محاولاتها لتدويل الأزمة للأسباب التي ذكرت ولكنها ربما من أجل ذلك لازالت تحاول من وجهة نظري حتى هذه اللحظة لأقلمتها وبالتالي دخول تركيا على الخط وأيضا الحضور الإيراني في الخلفية قطر تحاول أن تستعيد هذا التراجع الاهتمام الدولي من قبل القوى الكبرى بهذه الأزمة مع قطر بحضور تركي حضور شهدنا حتى لو كان حضور عسكري رمزي وأيضا فتح قنوات اتصال مع الجانب الإيراني في محاولة للتخطيئ على مواقفها هناك دعم أيدولوجي أو سياسي لنفس الخطاب من قبل تركيا وهناك شبكة مصالح معقدة بين قطر وإيران هي في الحقيقة عكس طبيعة المنظومة المجتمعية في قطر ترجمة نانسي قنقر